لبرج العقرب مواليد برج العقرب لشهر مايو 2021 كالعادة بليز ما تنسوش تتابعوني على قناة رأسي قناة راشا موراد وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وتقولولي بتفرج علي من فين وانتو برج ايه فالنهاردة هنتكلم عن شوية نصايح وتحضيرات للأبراج وهنبتدي برج العقرب وكمان ما تنسوش تصير تقوم في قناة الكلام المفيد وتابعوا الفيديو الثاني وتدعولي يا جماعة عشان الفترة دي انتو عارفين ان انا كان عندي مشاكل كتير جدا والكلب بتاعي توفى وكنت زعلانة ويعني مكتئبة ومنعزلة شوية وبدأ كده دور سخنية ربنا نسطور يعني طيب برج العقرب برج العقرب انت من الأبراج البدايات 2021 كانت بدايات فيها خبطات كتيرة جدا فيها صعوبات كتيرة وخاصة على المستوى المادي يعني برج العقرب على المستوى المادي عنده مشاكل كتيرة جدا او عنده تحديات كتيرة قوي ممكن تكون قدامه مطلوب منك حاجات كتيرة ممكن تكون مديون يا برج العقرب او مطلوب منك فلوس وانت امكانياتك مش احسن حاجة في الدنيا فالدخل اللي داخلك قلب كتير جدا من الفلوس المطلوبة منك ام حاجة ان انت تكيب الطاقة الإيجابية وان انت تتبعد على اي طاقة تشاؤم او طاقة زعل او طاقة عدم استقرار نفسي شافاكوا بتفكروا كتير يا برج العقرب حاولوا ان انتو تهدود تفكروا بطريقة إيجابية بصوا النص كباية المليان انا عارفة ان انا بقول الكلام ممكن ناس كتير تشوفوه صعب بس والله العظيم الناس اللي بتعمل كده هي الناس اللي بتنجح بصوا اكتر لنص كباية المليان ازاي تتطوروا ازاي تكونوا احسن ازاي توصلوا لحاجات اللي انتو عايزينها ما تفكروش في المشاكل فكروا ادقوا فكروا في الحلول وازاي تقدروا تحلوا وازاي تقدروا تخرجوا برا دايرة الاشيوز اللي انتو شايفينها كمان يا برج العرب شايفة ان انتو عندكو حاجة الى الحب يعني انتو عايزين تعيشوا قصة حب عايزين تحبوا تحبوا تتحبوا عايزين تعيشوا القصة رومانسية يعني عايزين الاهتمام من شخص فانا شايفة ان انتو بتدوروا على الحب الفترة دي او بتدوروا على الاهتمام بتدوروا على الرومانسية عشان كده بطلب من اي حد مرتبط او مخطوب او متجوز برج العرب برج العرب فترة دي محتاج حنان يعني محتاج حب محتاج اهتمام فاي حد مرتبط برج العرب يحاول الفترة دي ان هو يدي له الشعور بالامان او شعور بالطمأنينة والثقة وبرج العرب عنده مشكلة ان هو مش سهل يحس بالثقة والامان فوانس ان انت تدي له شعور بالثقة والامان هو هيتحول معاك 360 درجة طبعا العرب ممكن تكون في حاجة المساعدة شخص انت مثلا بتطلب المساعدة من شخص الشخص ده انا شايف ان هو محتاج دعمك عشان يقدر يساعدك يعني هو محتاج تفاصيل اكتر الشخص ده ممكن يكون من برج مائي زيك زي عقرب او حوت او برج ترابي جدي واذراء يعني شايفاكو او جدي وعزراء انت طالب دعم منه طالب بيساعدك طالب يقف جنبك طالب يزقك لحاجة بس عايزاك يا برج العرب لفترة دي تشتغل سمارتر يعني بلاش تشتغل بمجهود اكتر لأ اشتغل بتفكير اعلى بطريقة انا دايما بنصح برج العرب ان هو يخرج برا الصندوق برج العرب من الابراج العنيدة اللي هو لو مقتنع بحاجة او شايف حاجة مش سهل اطلاقا ان حد يخليه غير رأيه عشان كده يا برج العرب لازم تسمع للقراء الناس لازم تسمع ممكن يكون حد عنده فكرة كويسة بلاش تحجر في افكارك بلاش ان انت تكون يعني هو كده وخلاص الطريقة دي بتاعة برج العرب يعني ممكن تقدي الى فاشه لك شوي فيه شخص بيخدعك يا برج العرب او شخص بيستغلك او شخص بيستغل طبتك ومشاعرك وحنيتك او بيستغل ثقتك فيه الشخص ده من برج ناري احزر من الشخص ده يعني هو بيلعب بيك بالبضع والحجر كده عمال بيستغل طبتك بيستغل ان انت شخص جدع احزر من ذلك الشخص الشخص ده ممكن يكون برج اسد او حمل او قوس يعني الفترة دي احزر من الابراج الناري او ممكن يبقى فيه مشادة كلامية ما بينك وبين شخص دو سلطة يعني بلاش خناقات مع شخص دو سلطة مش لازم دو سلطة في الحياة عماتة ممكن يكون دو سلطة عليك يعني حد في العيل ابوباك مامتك حد ليه كلمة عليك كمان يا برج العرب شايفة ان انت الفترة دي انا شايفك منطوي مش بتخرج كتير مش بتقابل صحابك قاعد لوحدك يعني بتحاول ان انت تكتشف نفسك فدي حاجة حلوة ان انت تكون بتتأمل او تتأمل او تفكر في مستقبلك او تفكر ازاي تخرج برا الصندوق او تفكر ازاي تعمل افكار جديدة في حياتك اهتمى بنفسك في الفترة دي اهتمى بصحتك كويس جدا جدا يعني ناموا بدري اصحوا بدري والاكل مفيد بلاش تزعل نفسك يا برج العرب يعني ده يعني طلب مني لكل حد من برج العرب بلاش تفكروا كتير في طاقة سلبية او حاجات تزعلكو بلاش تفكروا في مشاكل سلبية بلاش تفكر في اي حاجة ممكن تدايقك بالعكس بصوا نصك وبال مليان ان ممكن حالتك نفسية تكون متأثرة لفترة الجاية فحاول انت تبقى مبسوط خاول انت تبسط نفسك بنفسك حتى لو الحاجات حواليك مش بتديك الطاقة الايجابية انت اللي ولد الطاقة الايجابية طيب قلولي يا جماعة القراءة دي تتفق معيك ولا لا قلولي بتفرج عليهم فين انت برجي ايه قلولي فعلا يا برج العرب انت الفترة دي مطلوب منك فلوس كتيرة جدا ممكن ما يكونش عندك الامكانيات المادية اللي تكوفر الفلوس دي ولا لا بس الحاجة اللي عايز اقولها لكم ان شاء الله بإذن الله الفترة الجاية جاي لكم يعني دعم مادي قوي جدا جدا في شخص هيقف جنبك وهيزقك وهيدعمك الشخص ده من برج ترابي زي برج الجدية او العذراء او من برج مائي زي برج الحوت الشخص ده هيدعمك نفسيا جدا جدا شايفاك في شخص انت قلقان عليه شخص ده من برج هوائي انت بتفكر فيه او قلقان عليه او بتفكر فيه كتير الشخص ده ممكن يكون دلو او جوزاء او ميزان انت قلقان عليه بتفكر فيه كتير جدا جدا طيب عندك ممكن يكون في زيارة للطبيب لشخص من العيلة حد مثلا هيبقى تعبان يعني صحيا مش كويس فانت ممكن تروح معايا تزوره الطبيب او تبقى الان على صحته بس اعتقد شخص من العيلة او صديق مقرب ليك شايفاك يا برج العرب بتحاول ان انت يعني ايه انا شايفاك يعني بصراحة عندك ما شاء الله طاقة روحية قوية جدا جدا يعني طاقة روحية دي مفيدة بالنسبة لك يعني بتتقرب من ربنا ادعو كتير جدا جدا يا عرب عندكم امني هتتحقق شيء نفسك فيه هتحقق او حاجة مثلا كنت بتفكر فيها بس في حاجة انت الآن منها ان شاء الله بإذن الله مش هتخصر يا برج العرب فعايزاكوا تكونوا ايجابيين يعني في حاجة او انت شكك في حاجة او الآن من حاجة فمش عايزاك حاجة عندي يا برج العرب حولوا الفترة دي ان انتوا تكونوا تكونوا تدعموا نفسوكم بنفسوكم ما تستنوش الدعم من شخص اخر كمان يا برج العرب شايفا ان عندكم الفترة الجاية دي طموخ شايف عندكم هدف انتوا عايزين توصلوله ودي حاجة كويسة جدا جدا تعالوا من الكلم عن برج العرب في الحب برج العرب فيه شخص انا شايفاك ممكن تبدأ قصة حب جديدة او شخص هيدخل عليك هيبدأ يهتم بيك هيديك الاحساس اللي انت مستنيه الشخص ده من برج ترابي يعني عذراء او جادي او طور ممكن تشوفه او تبدأ قصة الحب او تبدأ تتعرف عليه او تبدأ تحس مشاعر قويين ناحيته بداية من واحد وعشرين من واحد وعشرين خمسة يعني بعد عشرين خمسة شخص ده هتحس مشاعر قويين ناحيته هو شخص طيب جدع شخصيته قوية عنده معجبين عنده عنده باور عنده قوة قوة ارادة وهو على فاكرة بيفكر فيه كتير جدا وبيرقبك كتير قوي قوي برج العرب وشايف ان انت بتاعه بتفرج على صورك بيرقبك على سوشال ميديا مثلا هو ممكن يكون باين لك اهتمامه وانت صديته فهو جنب دلوقتي مستنينك انت تاخد الفرست بس هو مشاعره ناحيته قوية جدا جدا هو عايز يقرب منك اكتر بس وبيحبك اوي 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 بيفكر فيك وبيعمل تخاطر معاك وفيه طاقة روحية قوية جدا جدا انا شايف ان انت كمان الشخص ده معجب به او ان انت حاسس بمشاعر بس انت خايف تقرب منه او فيه حاجة مقلقك منه فحاسس بعدم ثقة فيه فكل ما تيجي تقرب منه بتبقى خايف مش عارف ازاي تتحرك نحيته فلا انا عايز عليك تتطمل للشخص ده خاصة اللو من برج ترابي ودي له فرصة لان قربك فيه فيه طاقة روحية قوية جدا جدا فيه كيميا ما بينكو قوية جدا جدا فيه انسجام هيحصل ما بينك وبينكو برج العرب احضر المواجهات ما بينك وبين شخص زي سلطة يا برج العرب المواجهات دي مش هتكون له مصلحتك حاول ان انت تكون اكثر يعني اتفكر بطريقة استراتيجيك اكتر من كده ادي لذلك الشخص الفرصة هو هيبقى بقرب خطوة ويرجع تاني خطوة اقرب خطوة ويرجع تاني خطوة انت حاسس نوم معجب بيك بس انت خايف من العلاقة دي او انت حاسس مش ده الوقت المناسب الشخص ده عنده استعداد يوقف جنبك ويستحملك ويسابورتيو بس ادي له الفرصة المناسبة تانكيو اي لوفيو اول بحبك وقلولي قرار دي التتفق معاك وعملوا شعر كتير كتير اي حتى تعرفوه بليز ما تنسوش تابعوني على القناة دي وعلى قناتي الرئيسية تانكيو باي باي مع السلامة